سؤال جانبي نسمع دائماً التبرير بالإيمان نعم فيه التبرير بالأعمال فيه التبرير بالدم نعم فيه التبرير بالنعمة بالنعمة نعم فهي الإصطلاحات كيف ممكن ننصقها مع بعض التبرير بالنعمة ده بيشرح لنا دور الله في كيف أبررني التبرير بالإيمان ده بيشرح دور الإنسان كيف قابلت هذا التبرير التبرير بالدم ده بيشرح التكلفة التبريري من جهة الله التبرير بالأعمال ده بيشرح برهان تبريري قدام الناس فعشان كده متبررين مجانا بنعمته صح بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بدمه صح بالإيمان صح بالأعمال صح بس كل واحدة منهم بتشرح نفس التبرير من زاوية معين طيب ممتاز يعني هل في نتائج أخرى في نتائج أخرى في نفس الأصحاح وليس ذلك فقط فعلت تلاتة بل نفتخر أيضا في الضيقات يأسيس انباء الناس لما بتدخل في ضيق أول شيء بيجلوه جوة ضمائرهم ربنا غضبان علي بيخافوا ودايما الناس بيخوفوا الناس من حاجة زي كده الشخص الذي تبرر بالإيمان لما يدخل في ضيق بيفتخر بيفرح ليه؟ لأنه الضيق لن يحطمني بالعكس هذا الضيق سيسمر في نتائج رائعة اللي تبرر بالإيمان هو ليه يقدر يفرح في الضيق بس اللي ما زال شعر بالزنب ما يقدرش يفرح في الضيق لأنه بيخيل له أنه وقد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا أن هذا الضيق من الله عشان أتوب ودي حقيقة في بعض المواقف وفي كل المواقف يعني فيهو شعر أضيق عليهم لكي يشعروا يتوبوا لكن مش كل ضيق هو تضيق من الله فعش كده فقط اللي تبرر بالإيمان يقدر يفرح في الضيقات ليه؟ عالمين لأنه بس اللي يعرف أن الضيق ينشئ صبر أي صلابة كاركتر يعني تلاقي الناس اللي نالوا التبرير طالعين من الضيقات أروع أكثر صلابة شخصية أروع أحلى أقوى وهذه الحياة تحتاج إلى صلابة مواجهة مشاكل الحياة والخدمة والحدياجات الأسرية والحدياجات العمل تحتاج إلى شخصية صلبة الله يسمح للضيقات للذين نالوا التبرير مش بيخافوا مش بيترعبوا من اللهم عندهم سلام لكن يشتزف الضيقات ويتحول الضيق إلى صلابة والصبر أي صلابة تزكية شهادة خبرة أيوة والتزكية رجاء والرجاء لا يخزي لأن محبة الله وهذا ما يدركه المتبرر الله بيحبني الله لا يمكن يسمح لي بضيق يؤذيني لا يمكن الله سمح بضيق سأخرج أنقى من الزهب محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة ودي نتيجة أخرى للتبرير عطية الروح القدس نتيجة أخرى فعلى التسعة فبالأولى الكثير أنه نحن متبررون الآن بدامه نخلص به من الغضب في غضب قادم على هذا العالم غضب قادم على هذا العالم ونرى العالم يتهيأ لهذا الغضب القادم الناس اللي نالوا التبرير متأكدين أنه مستحيل الله اللي حبني وانا خاطي طب لما كنت خاطي حبني فبالأولى كثيرا وبررني فبالأولى كثيرا وانا متبرر أكيد يعمل أكتر ده معنى الكتاب اللي عايز يقوله فبالتالي هخلص من الغضب القادم على هذا العالم حاجة أخيرة أنه لما كنت عدو قد صلحنا مع الله قد نتيجة أخرى المصالحة بموت ابنه فبالأولى كثيرا طب لما كنت عدو صالحني طب لما بقيت مصالح يعمل إيه نخلص بحياته بحياته ونخلص بحياته دي المسيح حي لأجلنا وحي فينا فأخلص بحياته لأجلي بوجوده في السماء كشفيع ورئيس كهنة ورئيس الرعاء ورأس الجسد وزائف المسيح في المجد وأيضا أخلص بحياته فيا أحيانا أنا بالمسيح يحي فيا فهنا بتكلم عن الخلاص في الوقت الحاضر في مواجهة مشاكل حياة أو بسبب ثبات وضعي قدام الله لأنه حي لأجلي أخيرا أخيرا أشوف واحد مذنب خارج من المحكمة بعد منال التبرير أقول له فرحان يقول لي آه فرحان أقول له فرحان بإيه يقول لي أصل بيت فيه سلام قلت له دي أهم حاجة يقول له لا في حاجة أكتر طب إيه اللي أكتر تخيل أن القاضي اللي هو الله أرسل روح وسكن فيه أقول لي دي مفرحاك أقول لا لا في حاجة أكتر إيه يقول أنا أنا تخيل القاضي دعاني أعيش معاه في مجده القاضي اللي كان مخوفني زمان وكان ليه حاجة مخوفني دعاني أعيش معاه في المجد تقول له طب في حاجة أكتر أقول لي آه تخيل القاضي ماشي معايا رحلة حياة حتى لو تعرضت لديقات هي وسندني وهيخلي لديقات حولي صالحي في الآخر يقول أنت عارف بجأ أنا مش فرحان بكل ده أنا فخور بهذا القاضي وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا بالله بربنا يسوع المسيح الكلمة ابن الله الكلام الأعلن لنا من هو الله في ذاته أنا أنا فخور بالله ذاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر